بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله أشرف خلق الله تحية طيب عليكم متابعي برنامج صحة سايم رمضان كريم علينا وعليكم تصوم وتفتروا على خير اليوم بإذن الله في حلقتنا حابين نسلط الضوء على صيام المرضع هل المرضع بالصوم ولا ما بالصوم متى يمكن انها تصوم و متى يمكن انها ما تصوم التغذية بتاعها كيف عشان ما تصمد لينا طول فترة الصيام وهي ما تتأسر كمان رضيعة ما يتأسر عندنا اعتقاد عام انه يفترض انه اي مرضع اخوان ما تصوم او بتقول لك انا برضع ما بصوم او فيه ناس عندهم خيار انها تصوم الشهر كله اذا كانت مستطيعة فيه ناس بيحبزوا انهم يصوموا يوم و يفتروا يوم وفيه ناس بيفتروا الشهر بالكامل الحاجة زيب تعتمد بالاساس على تقدير الطبيب اللي هي متابعة معاو او المختص اللي هي متابعة معاو لكن بحال ما كان جنبها يعني خدمات صحية او طبيب تتابع معاو احنا ممكن نقدم نصائح تساعده في انها تقرر هل تقدر تصوم الشهر الكريم او ما تقدر اذا كان بالنسبة للرضيء عمره صغير يعني ممكن نقسمه لاثنين اذا كان الرضيء اقل من سنة اذا كان الرضيء اكثر من سنة ويعتمد على اللبن الام فقط وما مدخرين لبن خارجي يبقى هنا وعنده اعتبارات كثيرة وبالتحديد لو كان اقل من عمره ستة شهور اذا كان الطفل الرضيء اقل من ستة شهور على الامنا تلاحظ الاتي قبل ما تطرر انها صوم ولو جرب الصامت ولاحظت عليه انه عدد الاخراج عنده قلة او لاحظت انه ما بيشبع بيكون بيبكي كل ما هي بتطرر في صايمة في حال الام لاحظت على نفسها انها نقصت اكثر من كيلو خلال اسبوع برضو بننصحها انها تتوقف عن الصيام لو حست بالعطش الشديد والاشهاد الشديد ده معناه هي تعرضت للجفعة كمان بننصحها لانها تفطر طيب في الاساس يفترض المرضع انها تركز على التغذية حقتها كمان عندها حاجة ثانية مهمة اللي هي شرب المياه وتعويد السوائل ليه لانه 60% من اللبن عبارة عن مياه او سوائل في حال قررت الام المرد اللي بتردع انها تصوم لازم تضع في اعتبارها انها تعود التغذية والتوائل لازم تأخذ الكمية الكافية عشان ما هي ما تتأثرها عشان تقدر تعود المواد الغذائية اللي لازمة لها وكمان المواد اللي لازمة لنتاج الحالي ليها ولا طفلة لحال هي بيقة صايمة لابد انه نعرف انه لو نضح باعتبارنا انه الام المرضع بتحتاج تقدمية او 500 سعو حراري ازيد من الامة العادية او المرعة العادية او المرعة العادية تقدمية ال 500 سعو حراري معنا هي بترضي انها تزود الوجبات شوية تقوم تنوي علينا في الغذاء كمان بحاجة مهمة شديدة يعني فرضا هي بتحتاج لشنو بتحتاج لثلاتة حصص من البروتين الجيد لما نقول البروتين الجيد بقصد شنو بقصد سمك او تونة او لحوم او فول او بيض او عدس تقول لها ان هي البروتينات الجيدة لازم تكون في سحورة و لازم تكون في وجبة الافطار بقسم خلال الفترة ما بين بعض الفطور لغاية وقت السحور الحاجة التانية لازم تأخذ لينا ثلاثة حصص من الفاكهة من الفاكهة بعني قطعة بتاعت فاكهة يعني لو حبت انها تأكلها في شكل صلطة فواكه تلخبتهم مع بعض يعني لو في صلطة فواكه مشكلة من نوعين خلينا نقول موز و فراولة مثلا دي ما تعتبر ثلاثة حصص دي تعتبر حصتين كمان برضو كذلك الخيار لازم يكون ما بين ثلاثة الى اربعة حصص اللي هي ثلاثة الاربعة قطعة يعني لو اكل الصحان صلطة في صنفين بتاعين خضار كده دي حصتين بتاعت خضار هي لازم تزويدهم لثلاثة او لأربعة كمان ما ننسى منتقات الالبان والحليب و برضو نبترض ان تكون ثلاثة حصص الحصة من منتقات الالبان والحليب إذنًا بحبار عن كوب لما نقول حصة معناها كوب لما نقول خضارات فواكه و ج pricing coś fucking البروتين معناه قدر كفت اليد لما نقول حصة من المكسرات كمان بتحتاج تمانية حصص من النشويات والحبوب اللوبيقة الحبوب الكاملة أفضل لما نقول حصة من النشويات مثلا الخبزة تعتبر حصتين بالنسبة للحبوب الفنجان يعتبر لي حصة فنجان يعتبر حصة سواء كان رز أو زرة أو شوفان يجب أن يكون بالتنويع في نظام الغذائي بالإضافة لمنوع المكسرات المكسرات برضا مهمة لأنه فيها الأوميغا سري فيها الفلور فيها كثير من المعادن والأملاح التي تحتاجها عشان نعتقيها من الأمراض وكمان تكون كويسة لجيادة الحليب وكذا وضحنا الكميات اللازمة لتغذية الأم المرضئ عشان ما تكون هي معروضة في التعويض الأمثل وما يحصل ليها نقص حابين نوضح المعتقد اللي بيقول إنه كل ما أكلت أكتر كل ما كان إدرار اللبن أكتر الحاجة دي هنقولها بعد الفاصل تكلمنا قبل الفاصل عن إنه المعتقد بتاع إنه كل ما أكلت كتير كل ما كان إدرار اللبن أكتر ويلادي هنالك كتير بتنصح المرض بتردع ويقولها أكلي لأنه أنت بتردعي طيب ويقولها أكلي الطحنية وأكلي السمين وأكلي العسل الأسود ودي حاجات فيها لو كترت فيها بتزود لها الوزن تبقى بعدين في إنه كيف تنزل الوزن وهي كذبته وما من الساحل إنه ينزل لأنه التوازن الهرموني في البترة دي مفهوم مصبوط خويس الحاجة اللي هي بتكتر لي من إدرار اللبن كمعلومة هي زيادة عدد الرضاعات وزيادة كمية السوائل في الجسم يبقى همام محتاج أن يسعرات خرارية كثيرة تدخلها أو أكل يعني فيه سعرات خرارية كثيرة تبقى سبلا وزن فيكي غينة عنه كل ما زال عدد الرضاعات كل ما كان التنبيه للدماغ لأنه يدير لبن أكتر وبالتالي الرضاع يشرب يشرب ويشبع وما يتعرض للعطش أو ما يتعرض للجل في حاجات حابين مذكورة كمان من التوابل ومن الفضروات الورقية البسيطة اللي هي بتزود كمية اللبن عند الأمة المرضع بتحسن من الجودة حقته وكمان بتساعدة في إنها تحرك عشان لو كسبت وزن خلال فترة الإرضاع تقدر تنزله واللي هي واحد من الأربعة تبابي من كل واحد نوع من الحانس كوروم اللي هو حلبة اليانسون الشمر النعنع الأربعة دين لو دخلتهم ما بين الفطور للسحور أخذت كوب باية بعد كل رضعة مثلا فها دي كويس شديد في كمان ناس بتوصي بي إنها تاخد كوب يعني من الموية أو كوب من واحد من المشروبات دي مع كوب من الحليب قبل الرضعة وكمان واحد بعده على ساس إنو شنو بتقدر تعاوض وتقدر يعني تحافز على جودة الحليب بتقدر تحافز على إدرار الحليب بالشكل الكافي البكتاجو رضيعا هننصح كمان المم المرضئ بإنها تبتعد لنا عن بعض الأشياء الأشياء دي اللي هي زي الشرم زي المحليات في واحدين يقول لك أنا ما عايزة أسمن هقوم أشرب السكر بتاع الرجيم أو بسكر بالسكر بتاع الرجيم دي ما محبزة لأنه بتدخل لنا في اللبن وتطلح في اللبن كمان يبعد لنا عن الممالحات وعن الحوادي لأنها بتطلح في طعم اللبن بالإضافة لكده بتزود لها إحساس العطش ومن تكون هي صايمة برضو من الأشياء المهمة اللي هي السكريات كل ما كثرت من السكريات كل ما كان زود عليها إحساس العطش فترة الصيامة كمان عندها النشويات برضو لو كثرت منها قلنا بتكسيب وزن وهي ما محتاجة للوزن الزائدة الثاني عندنا المعلبات والمواد الحافظة برضو بنمنعها أو تتمنع منا عشان صحتها وسلامتها كمان عندنا السخانة والشميس والمجهودة الزائدة لأنها ممكن تعرك أكتر وبالتالي تفقد سوايد أكتر من الأيام العادية وتتعرض للعطش فترة ما هي صايمة الثاني عندنا المنبهات يفترض أنها برضو تتايد عنها لأنها اعتبارها مدرر للبول كلما كان يدرر للبول أكتر كلما هي شعرت بالتجفاف وكلما شعرت بالعطش وممكن نستبدلها بالأحشاب التي ذكرناها قبل قليل برضو من الأشياء المهمة للأمة المرضى إنها تقلل من التوتر لأنه مرنا صاحب التوتر خلال فترة الصيام كمان نجي نركز على وجبة السحور وجبة السحور مهمة جدا للأمة المرضى وبقدر الإمكان تحاول تخليها أقرب لوقت الإمساك عشان كلما كانت أقرب لوقت الإمساك كلما كانت فقط أقلة وما ستشعر لنا بالتعب وما سيصيبها ستحتفظ بمستوى السكر في الدم وما سيصيبها الهووت والتعب والإجهاد وما سيصيبها الهووت مبكر قبل الإمساك الحاجة المهمة برضها يعني المعتقد بتاع أن الأم المرضى لا تستحر عشان ما تحافظ على وزينة ده معتقد خاطئ بالعكس والسحور مهم جدا زي ما ذكرنا قبل قليل وبالكده بيكون وصلنا لختام الحلقة إن شاء الله على أمل أن نلقاكم في حلقة قادمة لنتم كماني ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر